دكتور محمد القللي يقف على رأس واحدة من أهم المؤسسات المصرية هيئة الطاقة أذرية ويسعدنا في حوارنا معه اليوم أن نفتح معه ملف البرنامج النووي المصري دكتور محمد أهلا بحضائك ضيف عزيز في اليوم على الحرة مرحبا بكم في هيئة الطاقة الزرية المصرية دكتور محمد الحديث يدور حول كيفية أو المعيير التي يتم على أساسها اختيار المواقع التي تكون مؤهلة لإنشاء محطات نووية ما هي أبرز المعيير التي تضعوها في الاعتبار عندما تختار موقعا لمحطة نووية مستقبلية أو مفاعل نوية هناك أساسيات للمحطة أنها أولا لازم تكون زلزالية آمنة بعيدة عن البراكين على البصنامي المناخ بتاعها اتجاه الريح المياه الجوفية ما تتأثرش ما فيش منشآت قريبة منها سواء كانت جمعات سكنية أو مصانع أو اتجاه مصارات طيران أو اتجاه الريح أو كل هذه العوامل بيتم درستها على سنين على مدار سنين للتأكد من أمان الموقع لإنشاء المحطة النووية في ظل كل السنوات التي تتكلم عنها عشان فقط نختار الموقع معنى كده متى يمكن أن نرى أول محطة نووية مصرية لتوليد الكرباء هل هناك توقيت معين للبدء في هذا المشروع هذا المشروع بيأخذ على الأقل من عشر سنوات حتى نرى المحطة النووية الأولى بمشيئة الرحمن ومن المتوقع أن يكون ده في عام 2019 أو 2020 إن شاء الله المحطة الأولى وهي كما هو معلوم برضو أن هي هتبقى 4000 ميجاوات يعني هيبقى أربع مفاعلات كل مفاعل بقوة 1000 ميجاوات الحديث عن قدرة هذه المحطات يعني الألف ميجاوات التي ينتجها كل مفاعل هل هي نسبة سابقة لا تتغير أم يمكن زيادتها مع مرور الوقت وبحسب زيادة الاحتياجات لا هو الزيادة في عدد المحطات وليس في قدرة كل محطة يعني كل مفاعل بيبقى معلوم القدرة بتاعته إنما ممكن زي ما أعلن فخامة الرئيس إنه هو إحنا بصدد إنشاء عدد من المحطات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة يوجد في مصر عدد من المفاعلات هي مفاعلات تعليمية أو تجربية في أنشاص تحديدة هل يمكن علمياً تحويل هذه المفاعلات من مفاعلات تعليمية إلى مفاعلات نشطة بمعنى أن تكون أن تساهم فيها المحطات القادمة لتوليد الكهرباء في مصر أم لا؟ المفاعلات اللي عندنا هي مفاعلات بحوث ومفاعلات البحوث تختلف عن مفاعلات القوة إنما محطات القوة الكهربية ده محطة بتنتي الكهرباء أو بتحل المية فكل له وظائفه واختصاصاته المواصفات تختلف الوقود بيختلف كل الأشياء بتختلف لكن البداية أو المدرسة التعليمية الأولى لمهندسين المفاعل هو التدريب على مفاعلات البحوث يعني ده الأساس الأول أو المدرسة الأولى اللي بتخرج المهندسين اللي هم مدربين على تشغيل المفاعلات فالحمد لله مصر تمتلك مفاعلين يعني مفاعل روسي من الستينات وهو قديم بقدرة 2 وجهة وأخذ الرجنتيني بقدرة 22 ميجا واط ده يعني حديث مفاعل حديث يعني لأنه زي ما احنا عارفين العالم دلوقتي ينظر إلى الوقود على التخصيب إنه هو ممكن يلوه استخدامات أخرى غير مروفة كل العالم دلوقتي بيتجه إلى استخدام الوقود اللي هو منخفض التخصيب في مفاعلات البحوث اللي هو 20% من اليورانيوم 235 التواصل والتعاون مع العلماء المصريين في الخارج في هذا المجال طبعا إحنا بنرحب بكل الأياد المبدودة وفيه خبراء كثيرين من الوكالة الدولية اللي هم سابوا الوكالة وجوم مصر هناك كثير منهم بنستعين بهم كمستشارين في البرنامج النوى المصر على ذكرى الوكالة الدولية للطاقة الزهرية هل سيكون دورها في البرنامج النوى المصري هو دور إشرافي ورقابي فقط أم سيكون هناك بجانب هذا الدور دور آخر تعاون ومد خبرات وما إلى أزالك إحنا نفرق ما بين حاجتين أن الوكالة الدولية لها دور رقابي ده طبعا تبقى الاتفاقية تمنع الانتشار السلاح النووي والضمانات النووية فده دور رقابي للوكالة ومصر موقع على هذه الاتفاقيات مع الوكالة اللي بموجبه المفاتشين الوكالة بيجي يفتشوا على المنشآت النووية أو المواد النووية إنما الجزء اللي هو فيه مشاريع معونة تنسيقية وفنية ده جزء الوكالة بتقدم دعم للدول اللي هي في البرامج النوية في مجال التدريب والتأهيل وإرسال الخبراء واستقبال البعثات اللي هي بتسافر الدول المختلفة للتدريب فالوكالة بتعمل دعم لكل الدول في هذه المجالات بالإضافة إلى أن الوكالة الدولية اللي بتقدم أو بنستعين بقواعد الأمان اللي وضعتها الوكالة في البرنامج بتعاني معنى هذا أن الأمان النووي وتقنيات الأمان النووي في المحطات المصرية المزمع إقامتها في المرحلة القادمة هي نفس معايير الأمان للمحطات النووية لتوديد الكهرباء في كل أنحاء العالم أو ربما حتى في الدول تبقى لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الزرية في نهاية هذا اللقاء بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الزرية المصرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومرحبا بكم